فاز السائق الفرنسي يان إغلا شغ من فريق لينك أنكو سيان ريسينغ بالسباق الأول ضمن ثاني مراحل الجولة العالمية لسباق السيارات الصحية محطة مراكش المقامة بحلبة مولايا الحسن بالمدينة الحمراء وعاد المركز الثاني من السباق لسانتياغو أوروتيا من أوروغواي متبوعا بالمجري نوربيرت ميشيلز وحل السائق المغربي سامي توفيق في المركز العاشر فيما جاء مهدي بن ناني في المركز الحاد عشر وفي ختام منافسات السباق الأول سلم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شاكيب بن موسى ورئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات السيد عبد الرحيم عبدان الجوائز للفائزين هذا وانطلقت الجولة العالمية لسباق السيارات من إيطاليا منذ أبريل الماضي قبل أن تتجه إلى حلبة مولايا الحسن بمراكش ثم الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأوروغواي والصين وأستراليا وماكاو ترجمة نانسي قنقر